أخطأ الرئيس نبيه بري ثلاث مرات على الأقل في الحديث الصحفي الذي نشير اليوم وإذا كانت الغلطة الواحدة للشاطر بألف فأن غلطة بري المثلثة بآلاف الغلطات وخصوصا أنها أغلاط كبيرة وفادحة سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد السياسي فالرئيس بري اعتبر مرشح فريق المعارضة تجربة أنبوبية وهو وصف يخلو من اللياقة ولسيما أنه يتعلق بنائب في برلمان يترأسه نبيه بري شخصيا أي أن التوصيف لا يليق بتاتا برئيس لمجلس النواب يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع النواب لا يسوق لمرشح فريقه ويهاجم مرشح الفريق الآخر بأسلوب يتضمن قطحا وثمان لكن محاولة بر ارتدت عليه إذ رد عليه النائب نشالم عوض معتبرا أنه ميليشيوي وأستاذ في الفساد الغلطة الثانية سياسية فبر رشح سليمان فرنجي بشكل علني وهو ترشيح يضعف الحظوظ الرئاسية للأخير إذ يجعله مرشح قسم من اللبنانيين بدل من أن يكون مرشحا توافقيا أو توفيقيا وهو ما لا يريده فرنجي لنفسه الغلطة الثالثة تركيز بر في حديثه الصحفي على أن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي ليست بين المسلمين والمسيحيين ولا بين المسلمين والمسلمين ولا بين المسيحيين والمسيحيين بل بين الموارنة والموارنة الوصف المذكور بعيد من الواقع تماما صحيح أن الخلاف أحد وجوهه هو خلاف بين موارنة لكن الخلاف لا يتعلق بقضية مارونية إنه خلاف على النظرة إلى لبنان وإلى دوره ومستقبله وهو يتجسد عند الموارنة تماما كما يتجسد عند بقية الطوائف فلماذا يريد بر أن يقزم موضوع الرئاسة الجمهورية ويعطيه أبعادا غير حقيقية توازيا مع التخبط السياسي عاش لبنان تخبطا اقتصاديا ناتجا من رفع سعر صيرفة إلى سبعين ألف ليرة ما رفع بشكل جني أسعار فواتير الكهرباء والخلوي وكل المعاملات الرسمية علما أن سعر الدولار تراجع بين الأمس واليوم أكثر من عشرة آلاف ليرة من عكس إجابا على أسعار السلع والمحروقات فهل التدابير المالية الجديدة ستحقق الانفراج المطلوب أم أن الانفراج الحلي مجرد حل مؤقت لن يستمر ولن يدوم